اشتركوا في القناة اعماد النحاس كمدير فني لزئاب الجبل قبل ما نتكلم عن احداث ماتش النهاردة كنت عايز اكلمكم في اكتر من موضوع نفتحه مع حضراتكم كده قبل ما نروح لماتش الاهلي والمقاولين في البداية من اول ما انتهت مباراة النادي الاهلي ونادي البنك الاهلي بالتعادل السلبي وشايفين كده ان في قلة بتحاول تصدر الاحباط لجمهور الاهلي الكبير وكأن التعادل اللي فات مع البنك الاهلي كأنه نهاية العالم وكأن كمان الدوري خلص وراح للمنافس او المنافسين كل ده عشان تعادل مباراة يبقى التنخير بقى الناس التانية اللي بتفقد بطولات باستمرار لكن اللي احنا متفقين عليه فعلا لازم يكون في حالة حزن وزعل عادي ده وضع طبيعي لان احنا تعودنا ان النادي الاهلي دايما بيرفع شعار الفوز بس بس برضو اللي احنا عايزين نقوله التعادل وارد والهزيمة واردة في الكرة ده وضع طبيعي ممكن تتعادل مع فريق صغير ممكن تتعادل مع فريق كبير ممكن تخسر من فريق صغير ده وضع طبيعي احنا شوفنا مبارح ريال مادريد في الكاس بيخسر من فريق درجة ثالثة ده وضع طبيعي عادي ممكن يحصل احنا اه تعودنا في الاهلي على المكسب دايما ودايما عندنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة على مدار جميع الاجيال عادي اتعودنا ان المكسب ده جوانا من اول ما بنلبس الفانيلا الحامرة دي قواعد واساسيات وبتبقى قواعد ايه كمان ثوابة رسخة بالنسبة لنا كلعيبة كمجالس ادارة كاجهزة فنية كجماهير صح انا معاك نادي الاهلي عودنا على كده طول عمره ولكن عادي ممكن يكون مش يومي يعني انت انت الوقت اتعادلنا مباراة ايه اللي حصل يعني اسألني ايه اللي حصل اقولكو ايه اللي حصل يعني اقولكو ايه نقطة نقطة راحت عادي احنا لسه في البداية يا ما شوفنا من ده كتير ويا ما شوفنا افكركم افكر حضراتكم على مدار السنين كتير كنا بنشوف المنافس 11 نقطة فرق 13 نقطة فرق انا حضرت سنة كده على فكرة وخلي بالكم عادي الانسان ممكن يخطئ كلنا بنخطئ عادي فيش مشكلة اليوم ده ما كانش يومنا بداية من الاختيارات التشكيل ليه الظروف اللي حصلت في الماتش وعدم التوفيق ليه الجل اللي تلغى وعدم التوفيق لحاكم مباراة يعني اليوم تحس كده ان يوم مش طبيعي ظروف المطر والارض كله على بعضه كده يعني كان تحس ان اليوم ده هيصل في حال بكمان بإصابة وليد سلمان في بداية المباراة في التسخين فاليوم من اوله تشعر فيه ايام كده تحس ان ايه عادي ما فيش مشكلة السيناريو ده السيناريو اللي انا بقول له بقول له حضراتكم عليه حتة الاحباط والناس فيه ناس توصلك ان لا خلاص بقى راحت عليكم واللعيبة دي مش عارف ايه والجاز الفاني الله ده احنا من اسبوعين ثلاثة بس اللعيبة دي جايبالنا ثلاث بطولات يعني اللعيبة دي والجاز الفني جايبين ثلاث بطولات منهم واحدة بالقاضية اظن دي محدش يقدر ينساها انما بقى بعد ما تش البنك الاهلي شفنا واسمعنا شوية تعليقات سواء بقى من بعض الزملاء المحللين او بعض رواد السوشيال ميديا حاجات كده مش مقبولة ومش منطقية وبايه بقى بيعمل لك ايه بيحل الأداء لعيبة النادي الاهلي في المباراة دي بس وكأن لعيبة النادي الاهلي فنيا لا ما تنفعش الفترة دي خالص الجهاز الفني ده لا والله ده الكبير عليه اوي النادي الاهلي الله طب ما الجهاز الفني ده واللعيبة دي من شهر ما كانش كده يعني فجأة كده بعد ما تعادلنا مباراة اللعيبة دي ما تنفعش الجهاز الفني ما عندوش فكرة عادي كلنا ممكن نخطئ ممكن مش يومنا وضع طبيعي انه ممكن تلاقي اكتر من ثلاث تربع الفرقة مش يومنا ممكن تلعب ماتش وحش فيه توفيق وعدم توفيق دي موجودة في كل حتة ما كانش يومنا ايه المشكلة انما انت عايز خلي بالكو جمهور النادي الاهلي جمهور واعي جدا جمهور واعي جدا وافكركوا بحاجات كتير واخرها القاضية افكركوا بحاجات كتير واخرها القاضية اللي من شهر الموقف ده حصل لنا كتير جدا جدا افكركوا بحاجة يمكن كلنا فاكرينها السنة اللي قبل اللي فات ده يعني حاجة مش بعيدة انا ما كلمكوش بقى على حاجة انا عشتها سنة 95-96 لما كان نادي الزمالك كسبان بفرق او متصدر بفرق 13 نقطة وفي الآخر نادي الاهلي كسب بالدوري بكمان فرق مش عارف ثلاث نقطة او خمس نقطة ده كان سنة 95-96 دي انا حضرتها لا انا فكركم بالسنة اللي قبل اللي فات لما كان المنافسين بيصدروا لنا مش حالة احباط بقى لا بيصدروا لنا ان كل سنة وانتو طيبين العشر مواسم اللي جاي وتقال كده خلي بالكم اتقال كده العشر مواسم اللي جاية دي دول بتوع نادي ازا مالك ودول خلاص راح على الاهلي وكل حاجة دلوقتي بقى تبتدوا انتو من الاول احنا عندنا المكافينة وعندنا زيادة وعندنا لعيبة قد كده وعندنا لعيبة تقال منكم وعندنا مش عارف كان فارق كام وصل في بعض الاحيان ل11 و13 نقطة انا عايز بس حضرتكم تفتكروا معايا ايه اللي حصل ساعاته مين خد الدوري في الاهلي برضو النادي الاهلي برغم فارق النقاط ده وبرغم ان البعض كان بيحاول يصدر لنا ان البطولة خلصت وان النادي الاهلي خلاص العهد اللي جاي بقى لمدة عشر سنين ده بتاع نادي الزمالك او الان دي المنافسة ايه اللي حصل افتكروا بس حضرتكم معايا الموضوع مش من بعيد موضوع السنة اللي قبل اللي فات ما كانش الزروف كده في الاسبوع السابع ولا الاسبوع الثامن وفارق نقطة لأ وارد جدا انك تخسر بطولة عادي وارد بتحصل في حدة مفيش حق مفيش رسه مفيش فرقة بتكسب كل البطولات ومفيش فرقة بتكسب بصفة مستمرة كل البطولات ومفيش فرقة بتكسب كل المبريات بصفة مستمرة ده وضع طبيعي في الكورة الناس اللي بتفهم في الكورة عارفة دي واللي ما بتفهمش اه ازعل ازعل ان انا ضيعت النقطتين كانوا سهلين كانوا ممكن يعني ان هما يجري ولكن ولكن من بداية الماتش يمكن من بداية التسخين لحد ما انتهت المباراة في عدم توفيق لكل اللي في الملعب بما فيهم حد حكم المباراة ولكن كان في عدم توفيق بصفة عامة فيش مشكلة انما كمان انا كجمهور اهلي لازم اكون وعي قوي واحنا وعيين احنا كجمهور نادي اهلي احنا وعيين محدش يصدر لنا الاحباط خصوصا خلي بالكم احنا واخدين التلات بطولات بتوع السنة اللي فاتت كلها واخرها من شهر فاللعيبة والجهاز الفني احنا بنزق فيهم ثقة كاملة فنقل بقى الاحباط لللعيبة والجهاز الفني والتشكيك فيهم والتشكيك في الجهاز الفني جمهور الاهلي ما بيخشش عليه الكلام ده انت دلوقتي بتهجم اللعيبة والناس الناس انا بتكلم على الاهلوية الاهلوية واللي انا بسخ فيهم ان هما بيحبوا ناديهم بيسخوا في لعبتهم وبيسخوا في الجهاز الفني هو بيعملوا كده ليه بيهاجموا اللعيبة والجهاز الفني ليه لمصلحة المنافسية اللي هما اصلا اللي هما اصلا مش عارفين ينفسوك في الملعب فيروحوا يعملوا ايه بقى يروحوا لطرق تانية يحاولوا يأثروا بيها على ادائك واكيد ده في الاخر خالص ايه يقول لك ايه اصلا بقى من مصلحتي انا مش عارف اجيبه في الملعب فانا احاربوا برا الملعب طول عمرها كده وطول عمرها مش طول عمرها يعني حصلت حصلت اوقات كتير جدا وانا بقول لكوا اخيرها السنة لابل الفاتت انما لا جهاز فني بتأثر في النادي الاهلي ولا مجلس ادارة بتأثر ولا لعيبة بتتأثر ولا كمان جمهور بيتأثر لان الجمهور عارف معدن لعيبة النادي الاهلي وعارف ايه هو النادي الاهلي وعارف مجلس ادارة النادي الاهلي شكله ايه وعارف قيم ومبادئ وتاريخ النادي الاهلي مش هتصدرنا للاحباط واحنا عندنا ثقة كبيرة جدا 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 في لعبتنا وفي الجهاز الفني وفي المنظومة ككل هم مش عايزين نكسب هم عايزين يحربونا في الحتة دي عايز يهمدك يجيبك ماتش ورا ماتش نقطة ورا نقطة هو بيحربك اعلاميا بيحربك برا الملعب طيب انت الحرب دي السنة اللي فاتت حصلت وفكرتك انا دلوقتي خدنا البطولة السنة اللي فاتت قالك ايه بعد الدوري اصلا دول خدوا الدوري يا عم بعد الكورونا خلاص هو الدوري كان الدوري الاولاني خلصان والدوري التاني الفرق كلها ما كانش قد كده فكسبوا الدوري من الدوري الاول انما في حالتهم الفنيها ضعيفة قوي وحيخسروا في بطولة افريقيا حيخسروا في كاس مصر ايه اللي حصل خدنا بطولة الدوري زي ما هم كانوا بيقولوا خدناها من بدري من الدور الاولاني خدنا بطولة افريقيا وخدنا كاس مصر فالحاجات اللي بتحصل مش هتأثر علينا خلي بالكم كمان مش هتأثر على الجمهور هم بيحاولوا يدوسوا في حتة الإحباط للجماهير عشان الجمهور تقلب على الفرقة جمهور نادي الأهلي عمر ما بيقلب على الفرقة هفكركم أنا بسنة أنا حضرت فيها كالعيد كورة السنة دي كان النادي الأهلي وصل فترة من الفترات للمركز العاشر وربنا شاهد على اللي أنا بقوله الجمهور كان بيجي لنا التدريبات والماتشات كأننا واخدين البطولة يعني جمهور النادي الأهلي في الفترة دي زي معودنا دايما النادي الأهلي وزي معودتنا دايما جماهير النادي الأهلي في المحن بيقفوا معاك زي ما بيقفوا معاك في الفرح بيقفوا معانا برضو في المحن وفي الصعوبات خلي بالكو احنا موصلناش لكده دلوقتي أنا بس بتكلم بذكر حضراتكم بحاجة أنا حضرتها وسيلنا في وقت من الأوقات بقول لحضراتكم كان معانا مدارب أجنبي للمركز العاشر والسنة دي اللي أنا بقول لحضراتكم عليها خسرنا الدول كويس؟ المنافس المنافس لعبناه في النهاية كاس مصر اللي هو نادي الزمالك نادي الزمالك في الفترة دي كتفرها جمدة جدا خدوا البطولة خدوا بطولة الدوري حالوكم على موقف حصل في الملعب كان ساعتها نادي الزمالك اتحاد الكرة وده له درع الدوري العام نادي الزمالك جاب معاه في الملعب درع الدوري العام عشان يحتفل بيه هم قالوا كده عشان يحتفل بيه مع كاس مصر اللي هيخدوه من الأهل كلام ده حصل سنة 92 نهاي كاس مصر والنادي الأهلي عايز أقول لكم شوفوا السنة دي يمكن ما كناش موفقين في ماتشات الدوري وكان بصراحة يعني مستوى نادي الزمالك كان أفضل في الفترة دي فنية والتوفيق كان غايب عندنا في ماتشات كتير وكان حصل قلق في بداية الموسم وبعدين مدرب وبعدين جي مدرب فالعملية كانت ملغبطة من الأول جمهور النادي الأهلي في نهاي كاس مصر مش عايز أقول لكم قد جمهور نادي الزمالك مرتين ثلاثة في الملعب وبيشجعنا والله والله بيشجعنا كأن احنا خدنا الكاس طول الماتش مع أننا حقول لكم حاجة كمان الشوت التاني شوت التاني كان نادي الزمالك تقريبا كانت الغلبة لي أو السيادة لي في الملعب أو السيطرة ولكن جمهور النادي الأهلي وإحنا كنا تعبنين جدا ساعتا يعني قوسانا كانت من أصعب السنوات علينا ولكن جمهور النادي لأحد الدقيقة 95 وكأننا احنا جبنا البطولة بيشجعنا بجنون عنده ثقة فينا مش عايز أقول لكم يعني وهو مغمد كده حاسة نحن هنجيبه البطولة بالرغم من المنافس جايب معاه درع الدوري عشان يحتفل بالكاس يعني خدوا الكاس خلاص كويس فاحنا احنا جمهورنا دايما خلي بالكو عايز أقول لكم حاجة دي جوانا جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي على الحلوة والمر معاه ده مش شعار ده مش كلام دي حقيقة وقعة ده فعلا حقيقة أنا عشتها كلعيب وعشتها كمتفرج أنا عشتها فعلا حسيت بيها من أول ما كنت بقى لعب في النادي الأهلي وده على مدار الأجيال اللي قابلي كمان ده حصلت حاجات حصلت كتير جدا جمهور النادي بيحب النادي الأهلي يعني مش عايز أقول لكم بطريقة جنونية بيسق في مجلس الإدار بيسق في المنظومة ككل بيسق في لعبته بيسق في الأجهزة الفنية فمش مش هتخش عليه الحاجات دي مش هتدخل عليه الحاجات دي مش هتقصر فينا مش هتقصر فينا وإن شاء الله بإذن الله حنشوفه من النهار ده في لعبة النادي الأهلي في الملعب خلي بالكم لما كان بيديع مننا ماتش أو يديع مننا زمان كانت نقطة التعادل كان تحس إن إحنا مش خسرانين تحس إن كأن في حد ميت لك حتى جمهور نفسه يعيني جمهور نفسه ما بيعرفش يعيش لما النادي الأهلي يخسر أو يتعادل بتبقى يعني حاجة بالنسبة له الدنيا سودة وإحنا كلاعبة كنا كده بره وأكيد طبعا في النادي الأهلي ده توارث الحاجات دي متورثة لأن النادي الأهلي عود الناس على المكسب بس وده هدفنا كلاعبين أو جماهير يعني أو طبعا أجهزة فنية فإنت دلوقتي خلي بالكم الوقت ده مهم جدا إن إحنا لازم نقف مع لعبتنا ونقف مع جهاز الفني نقف مع مجلس إدارتنا بغاية الكابتن محمود الخطيب للفترة اللي جاية الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا وفترة خلي بالكم إحنا رايحين نلعب في كاس العالم الأندية مع عظماء العالم وخلي بالكم دي إيه دي للمرة السادسة إنت بتلعب مع كبار العالم وفي ناس بتتفرج عليك فعايزة إيه عايزة تدوس في الحتة دي قوي عشان تإيه تهمد لك فرقة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي قبل ما يلوح كاس العالم عشان كده بتشوف دلوقتي وتسمع كلام غريب شوية ومش منطقي عشان يخلي جمهور النادي الأهلي يهاجم اللعيبة لا اللي ما يعرفهوش بقى هذه القلة يعني إن جمهور الأهلي أكتر واعي زي ما احنا قلنا الواعي في جمهور النادي الأهلي كبير جدا وعارفين هم اللعيبة بتبزل جهدت دي إيه عشان تفرح الجمهور ده وزي ما قلنا اللعيبة ديه اللي بيولوا عليها كلام دلوقتي وجهاز الفني اللي بيكلموا عليه دلوقتي ده هو اللي جابت تلت بطولات من شهر آخرها القاضية ماشي خش بقى على الموضوع التاني اللي أنا عايز أكلمكم فيه الضغط على الحكام واستخدام الفزاعة بتاعت الحكام الأجانب والتشكيك في الحكام المصريين أولا أنا عايز أقول حاجة مش معنى إن إحنا بننتقد حكم في مباراة إن إحنا بنهاجم الحكام المصريين أبدا لا إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في جميع حكامنا المصريين وهنفضل وراهم وفي ظهرهم إحنا كل اللي بنتطلبوا منهم إن إن هم يطبقوا العدالة العدالة على الجميع على الجميع علي كنادي أهلي وعلى الخصم ما تجيش علي في القرارات ولاقي ولاقي نفس القرارات دي أو نفس المواقف دي بتتغير قراراتها في مباراة تانية للخصم نادي الأهلي مساند وحيفضل مساند وفي ظهر الحكام المصريين كلهم وفي ظهر لجنة الحكام ولكن اللي إحنا طلبينه العدالة العدالة على الجميع آه ممكن يكون فيه أخطاء ممكن تكون أخطاء مش متعمدة وإحنا بنفترض حسن النية إحنا بنفترض حسن النية ولكن لما تبقى فيه أخطاء متكررة تدايق تدايق أنا بقول أخطاء متكررة مش عن عام دي لا سمح الله ولكن أخطاء متكررة وبعدين الأخطاء دي تشوفها في حدة تانية يتغضوا عنها فاللي إحنا بنطلبه إن العدالة تبقى على الكل وخلي بالك أنا عايز أقول لكم حاجة أهلي حتة التحكيم آخر حاجة يتكلم فيها نادي الأهلي يا محقق بطولات بتحكيم مصر يا محقق بطولات بتحكيم أجنبي إحنا بس بنطلب بنطلب إن امتحاد الكورة أو لجنة الحكام تحسن لاختيار فقط يعني ماتشات الأهلي وماتشات الزمالك وماتشات فرقة كبيرة لازم يكون حكم قوي عنده شخصية عنده خبرة مش مجرد حكم عايز يظهر في الكاميرا ويتشهر ويتصور ويزع ويعمل شوية حاجات بإيده لا مش عايزين كده مش يعني يعني نتمنى الفترة اللي جاية العدالة من الجميع جميع الحكام ما يكونش فيه حكم مهزوز حكم فيه تخبط في القرارات لا إحنا عايزين عدالة تحكمية على الكل يعني الموقف ده حصل في ماتش الأهلي هو هو نفس الموقف حصل في ماتش للمنافسين يبقى هو هو نفس القرار مش انت مش انت تجيب لي حكم عايز يعمل شخصية فيجي على النادي الأهلي أو لعيدة النادي الأهلي عشان يقولك إن ده حكم قوي أو يتأثر مثلا بالضغط اللي عليه من المفسين لا أنا عايز أقول حاجة واحدة بس بالنسبة للمطالبة بالحكام الأجانب من اللي بيطلبوا حكام الأجانب دي حاجة ترجع لاتحاد الكور وأهلا بأي حكام من أي مكان من أي حتة أهلا وسهلا بيكم الأهلي عايز العدالة فقط بس زي ما قلنا وبعده ماتشات القمة طول عمرها أو مش طول عمرها فترة كبيرة جدا فترة أخيرة كلها قدام نادي الزمالك دايما بحكام الأجانب مين اللي بيكسب في الآخر وأنت هتخوفني بحكام أجانب ولا حكام أهلا وسهلا بالحكام الأجانب أهلا وسهلا بالحكام بأي حكم الأهلي حصد 21 بطولة قرية بحكام أجانب وما كانش فيها تحكيم مصري دي النادي الأهلي بس عايز العدالة فبلاش ضغطة على الحكام بالفزعة اللي هي بتقول الحكام الأجانب وقته الحكام الأجانب عايز اقول برضو للحكام خلي بالكم الحكام احنا وراكم ونتمنى التوفيق لكل الحكام المصريين ولكن راعي راعي في قراراتك ان اللي قدامك ده بني آدم اللعيب ده بني آدم وعليه ضغوط لما بيحس ان هو تظلم لما بيحس بالظلم ولما يحس ان فيه اخطاء متكررة حصلت ممكن يطلع رد فعل خاطئ انا معكم ومتقبلين احنا متقبلين بس يكون يكون العقاب على قد الخطأ يكون العقاب على قد الخطأ اللعيب ده لحم ودم بشر لما انت تضغط عليه تضغط عليه الوضع الطبيعي في الاخر ايه اللي هيحصل يعني ممكن اخطأ حدايق حزعل فيه لعيبة تمسك نفسها فيه لعيبة ما بتظهرش بتعمل هو مش موقف يعني حتى خلي بالكم لعيبة النازل الاهلي عارفين كويس جدا حدودها وعارفين ان فيه سقف مش ممكن يتعدى السقف دول سواء تعاملاته في الملعب فلو حصل خطأ منه من لعيبة النادي الاهلي اكيد وصل للطب للقمة في حيث ان هو حاسس ان هو مظلوم فما تتبحنيش لازم تراعي لازم تراعي لو الحكم اللي في الملعب ما رعاش اللي برا يراعي خلص بقى الموضوع دوت وبعدين نروح بقى دلوقتي لماتش النهاردة ويعني واجعتلكم دماغكم قدام المقولين وده ماتش صعب لانه قدام منافس قوي جدا اصبح لدي خبرات خبرات كبيرة جدا وبيجي دلوقتي مع الكبار كابتن عماد النحاس ونجح كمان ان يرجع بالمقولين للبطولات من اوله جديد البطولات الافريقية بعد غياب طويل جدا وعنده قدارة بتقف كويس وراء فنتمدى ان شاء الله التوفيق لنادي الاهلي النهاردة يقدم لنا كرة حلوة وبيزدن له المكسب للنادي الاهلي نروح بقى لفندق لقامة وزملنا شريف شعبان ونشوف اخر الاخبار عنه سالخير يا شريف تحت لك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان يوم جديد يوم سعيد يا رب بإذن الله لكل جماهير النادي الاهلي مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الخامسة عصرا على استاذ الاهلي والسلام يا رب بإذن الله يكون يوم سعيد والاهلي يفوز على فريق المقاولون العرب يوم النادي الاهلي بدأ بدأ نصف صباحا كانت واجبة الفطار الساعة واحدة الدور كان فيه محاضرة فنية المستر مسماني أعلن فيها التشكيل لأخود مباراة المقاولون العرب بعد انتهاء المحاضرة فنية اللاعبين طلبوا عقد جلسة منفردة مع بعضهم كنت تكلم فيها الكابتن القبار قوار الفريق سعد سمير علي معلول أيمن أشرف عمر السلية كلمه خلاص بقى فقدنا أكتر من نقطة كفيا كده هو لازم نكون رجالة لازم نعوض في المباراة المقبلة يكون الفوز من نصيب النادي الآلي محاضرة قد مهمة جدا عشان اللاعبين حسب المسؤولية والكل شد من أزر الكل عشان بإذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الآلي يمكن الغدى كان فيه الواحدة والنصف زوراً التحرك هيكون الساعة ثلاثة على استاد الآلي والسلام يمكن الوصول حوالي عشرين خمسة وعشرين دقيقة ويكون الآلي فيه استاد الآلي والسلام غيابات النادي الآلي كتير النهاردة أقرم توفيق رامي ربيع وليد سليمان محمود وحيد ومحمد الشناوي اللي خلاص اتحاد القرى أعلن إقافه مباراة واحدة حكام اليوم حكم ساحة محمود ناجي مساعد أول هاني العرائي مساعد ثاني أسامة السيد حكم رابع محمد عبدالحفيز حكام الفيديو اليوم جهاد جريشة ومساعده حسني سلطان يا ربي بإذن الله النهاردة يكون يوم موفق لكل جماهير النادي الآلي ديكت كل كواليس فندق إقامة النادي الآلي أعود لك من جديد كابتن أيمان تفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع لحضركم مرة تانية أرجوكم انتظرونا ترجمة نانسي قنقر 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 حضراتكو ان متشاة الاهلي والمقولين احنا كلعيبة كنا بنحب نستنها علشان نلعبها كنا نتمنى ان احنا نكون في الملعب عشان بتلاقي فرقة قدامك بتلعبك كرة كويسة فرقة بتلعب معك جن مفتوح ممكن النهاردة تشوف جن مفتوح ممكن تشوف العكس لان زي ما احنا عارفين نادي المقولين بيمر بظروف صعبة السنة دي بعد ما كان الحصان الاسود السنة اللي فاتت السنة دي البداية ما كانش على نفس المستوى بتاع السنة اللي فاتت نخش بقى على ايه الارقام ويه تاريخ مواجهات الاهلي والمقولين نادي الاهلي والمقولين لعبوا مع بعض اربعة وسبعين مرة نادي الاهلي كسب اتنين وخمسين واتهزم سبع مرات التعادل كان خمستاشر مباراة بين الفرقتين نادي الاهلي ليه مية تمانية وعشرين جول وعليه اتنين واربعين جول واكيد نادي المقولين بقى يبقى اللي هي العكس لوه لعبوا باربعة وسبعين كسب سبع بس تهزم اتنين وخمسين مرة تعادلنا خمستاشر مرة دي زي بعض طبعا لوه اتنين واربعين وعليه مية تمانية وعشرين هدف اكبر فوز كان تمانية وعشرين اكتوبر سنة الفين واثنين نادي الاهلي كسب المقولين ستة اتنين وفي الماتش ده الكابتن احمد بلال هدف النادي الاهلي في فترة ديت كان جاب سوبر هاتريك اربع اهداف تمانية وبعدين اسامة عرابي وربيع ياسين لعبت النادي الاهلي في القرن الماضي كانوا اكتر اللاعبين مشاركة في ماتشات الاهلي والمقولين العرب ندخل بقى على الدوري هذا الموسم شوار النادي الاهلي ومشوار نادي المقولين نادي الاهلي طبعا لعب سبع مباريات في المركز التاني عنده سبعتشر نقطة كسب خمس مباريات ما فيش هزيمة ان شاء الله تفضل كده وتعادل اتنين ان شاء الله مايزتش ليه ستاشر هدف وعليه هدفين اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع نادي المقولين نلعب سبع مباريات في المركز الاثناشر عنده سبع نقط كسب مبارتين بس واحدة قدام البنك الاهلي واحدة قدام اسماعيلي وهزم اربع مباريات وتعادل مرة واحدة ليه ستة اهداف وعليه تسع اهداف وده هيدلنا مؤشر او انطباع ان نادي المقولين بيلعب ازاي وبالتالي لما نخش بقى على احصائية نادي المقولين في الماتشات اللي فاز بيها في الدوري في الماتشات اللي فاز فيها في الدوري السنادي وفاز في المبارتين معدل استحواز ليه نادي المقولين اربعة واربعين في الماتشات ان هو بيسيب الاستحواز للخصم ده في المبارت اللي كسب فيها المبارت اللي خسر فيها كان فتح الجيم كان بيلعب مع الجيم بيلعب مع الخصم جيم مفتوح انما الماتشات اللي كسب فيها عمل ايه كان بيقفل وايه بيسيب الاستحواز للخصم معدل التمرنات الصحيحة 285 من 383 ده معنى ايه ان هما بيلمسوا الكورة مش كتير يعني الاستحواز والسيطرة بيسيبوها للفريق التاني وبيلمسوا الكورة قليل وبعدين بيعتمدوا على تمريرة طولية او بينية طويل نسبة التمريرات الصحيحة عندهم 74% التمريرات الطولية 80 نادي المقولين بيعتمد الفترة الاخيرة لان خلي بالكم لما بيبقى فيه هزة في البداية في بعض المباريات مفتحش فيها الجيم فبلعب على قد الطريقة او الخطة اللي انا بلعب بيها وعلى قد الامكانات اللي عندي فنادي المقولين ماتشات اللي كسب فيها اللي هو البنك الاهلي وإيه لويز ادواردو وسيفي الجزيرة في خط الهجوم ودول اللي بيهددوا المارب هنتكلم في الموضوع ده فنيا مع نجومنا الكبار إن شاء الله لما يشرفونا لكن هنروح دلوقتي لملعب المباراة وزميلنا العزيز محمد توفيق ونعرف منه آخر الأخبار قبل بداية المباراة مساء الخير يا محمد مساء الخير كابتن أيمان برحب بحضرتك يعني متحيات لحضرتك والمشاهدينك الكرام ومجمهور النادي الأهلي في كل مكان تجدد لقاء وجولة جديدة من جولات الاستوديو التحليلي ومباراة اليوم بين نادي الأهلي ونادي المقاولين العرب في افتتاح مباراة الجولة التسعة من الدولة المصر الممتاز كن زي ما بنقول النادي الأهلي يدخل المباراة اليوم بكربياء البطل اللي بيحافظ على مكانته المعتادة في المقدمة والصدارة وبيسعى للحصول على سلسل نقاط إن شاء الله تضعه في المقدمة وموصلة الطريق للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي والمرة 43 في طريقه النادي الأهلي اختتم استعداداته المباراة اليوم عامل مقاولين بحصة تدريبية أخيرة على ملعب مختار التتش ومقر النادي في الجزيرة بالأمس حرص خلالها الجهاز الفني بكاربات بيسو ميسماني على بعض الجمل الفنية أو زي ما بنقول المواقف الفنية اللي بحفظها للعابين للتغلب على الدفاعات يعني كل الفرق تقريبا اللي بتاعب النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بتعتمد على أسلوب التمركز الدفاع المكسف أفام المرمى التدريب كله ارتكز على كيفية اختراق هذه الدفاعات والوصول لمرمى المنافسين بشكل أكبر خاصة أن كل الفرق تقريبا زي ما حالكو أنت بتسكت دوات المقاولين حضرة فنية ميسماني تكلم فيها مع اللاعبين وبدأ يعني زي ما بنقول يوري اللاعبين نقاط القوة والضعف وأسلوب لعب المقاولين العرب بيحس أن اللاعبين يكون النازلين المباراة فيه سيناريو كامل أو تخيله كامل للمباراة أمام المقاولين وأسلوب المقاولين في اللعب هيبقى عامل إزاي يمكن بعد التمرين النادي الأهلي أعلن قائمة يخذ بها المباراة النهاردة من 21 لعب ضمت علي لطفي حمزة علاء مصطفى شبير في حراسة المرمى في الدفاع محمد هاني أحمد رمضان بيكهم سعد سمير ياسر إبراهيم بدر بنون أيمن أشرف ومحمد هاني في خط الوسط أيمن في خط الوسط حمدي فتحي عمر السلية أليو ديان محمد مجد أفشا حسين الشحاة كهرباء طهر محمد طهر وفي الأمام محمد شريف وولتر بواليا وصلاح محصن ومروان محصن العائد بعد غياب الكناد الأهلي أهم الغيابات النهاردة قائد الفريق محمد الشنو اللي بغيب للإقاف مباراة واحدة بعد تخفيف العقوبة من أربع مرات لمباراة واحدة كذلك كابتن وليد سيمان يغيب للإصابة في العضلة الخلفية كمان أكرم توفية اللي فضل الجهاز الفني رحته طبعا وعدم مستحابه في المعسكر خاصة بعد عدم ضقة المسحة اللي تم تليم مع اللاعبين أول أمس ففضل استبعاده من المعسكر لحين ظهور العينة مرة أخرى يمكن كابتن أيمن أهم النقاط النهاردة أن المباراة بتقام النهاردة في ملعب السلام الملعب تم أعداد الأرضية بشكل أكثر من رائع عشان تساعد اللاعبين لأدام مباراة جيدة يمكن كمان المباراة تقام في طقس شتوي مؤتدل درجة حالة تقريبا 17 درجة مقوية مع بعض النشاط هالفنية الأولى بين بيتسو مسماني وعماد النحاس لا المدربين سبق أن هم تقابلوا قبل كده يوم 4 أكتوبر الماضي في الموسم الماضي في الجولة 31 وكانت أولى مباريات مسماني مع النادي الأهلي ويتنجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز فيها عن طريق عمر السلام من ضرب الجزائق في الديئة 40 من نشط الأول من المصادفة كابتن عامل الجديرة بالذكر أن علي لطفي في المباراة دي حل بديلا لمحمد الشناو اللي تم إصابته في الديئة 28 من نشط الأول بمزق في العضلة الخلفية وعلى أسرها تم تبديله ونزل علي لطفي وقدم مباراة كبيرة ولعب أكثر من 60 ديئة خلال المباراة إن شاء الله تكون فائل خير وعلى اللطفي النهاردة الموجود في حلاص المرمى النادي الأهلي يقدم مباراة كبير الممكن بس الملاحظة النهاردة في التشكيلة كابتن أيمن التشكيلة بقى بين حضرتك بعد اللحظات إن بدري بنون نهاردة ما بيبدأش المباراة وياسر إبراهيم بيبدأ على حسابه دي كانت معظم الأجواء هنا إن شاء الله مستمرين مع حضرتك ومزيد من الأجواء في التغطيتنا الخاصة على قناة النادي الأهلي كلمة ليك شكرا جزيلا للزميل عزيز محمد توفيق وكل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن أرجوكم انتظرونا اشتركوا في القناة 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 اكيد الجهاز الفني قاعدوا وصفراجوا على المطش اللي احنا الاغراتمات اللي احنا لعبنا معها المطش اللي فات تجد المحمد يوسف ما فرقته ما قديتش اي حاجة تخليك تقول ان هو وقفنا او حاجة بالعكس انت على طول انت اللي ضاغط على طول انت الاستحواس كان 78% لكن هو في النهاية هو نجح في هدفه لا الظروف نجحته في هدفه الهدف اللي ما دخلش نجحته في هدفه اللي ما تحسبش ضربات الجزائع اللي ما تحسبتش نجحته في عوامل كتير او انت دايما بتتعادل او بتخسر او بتبقى في اي مشكلة عندك بفعل فاعل يعني ويمكن انت اللي انت كان تشيب برضو على حيطة التوفيق وعدم التوفيق والتوفيق وعدم التوفيق في حاجة تانية كمان اللعيبة كمان ممكن تكون مجهدها اللعيب ممكن يمكنش تقدر حركة بتاعت السرعة اللي احنا بنطلبها من الاطراف مش شفناش على المعلوم لفترات كتير اوي شفناش محمد هاني برضو لفترات كتير جدا انما كانت شغالة الحكاية الدنيا كانت شغالة مجدي افشق اه الباص الدخول يمكن في الواحدة بس لما تحسبتلوش دور بالجزاء كان بيحاول فيها العيبة ساعات بتبقى أو يعني من التفكير يعني في حالة اجهاد نفسي او فكل دا اكيد اليومين اللي فاتوا الدول المداري بقعد معهم هم قعدوا مع نفسهم خاصة ان هو فيه تعليمات لازم للعيبة معينة انا لما عقود اتكلم اشوف ايه اللي عندي انا بابحة حذراتي على وولتر بواليا ازاي يبقى فعلا بشكل اه اكتر اه فعالية فعالية جوه التمنتاشر دايما بيبتدي بيستلم كرة بظهره للجول اي لازم يبقى بجنب لازم يبقى فيه عنده هو نفسه اه سرعة ابتكار سرعة ما ينفعش يحمدي فتح الماتش اللي فات يتلعب كرة معرضية من اه علي معلول اللي هي الكرة اللي احنا الكريم يعرفين نوتشاد فيها يبقى هو اول واحد بيروح اللي هو المهاجم الدفندر بتاعي اول واحد اول في التمنتاشر اللي راح يجيب جول زي ده اي في فين الاتنين التانيين اللي كانوا بيخشوا يعني انا كان فيه محمد شريف وكان فيه كهرباء وكانوا بينزلوا تاني طايم وكانوا بعملوا حالة تعودية شفناه في الماتش اللي قابله اتفرجنا على جيم حلو اول اتفرجنا على سرعات دخول جول تمنتاشر فاكيد الرجل الدكتور اه مستر موسيماني اتكلم معهم على الحاجات اللي ما خلتهمش يبقى عندهم فعلا المية في المية جيب جول اي فيه فرقة بتبقى عايزة بتخش الكرة جول انا ما انت تملك العرضيات تملك من العمك عندك فرديات لعيبة كمان اه على مستوى راكي جدا عندك ناس بتشوت كواس اوي عندك بتعمل كل واحد عنده يعني امكانية اسمه الكبير اللي هو يحارب عليها فلو فيه تعاون والكرة بتجري اسرع من كده اعتقد احنا عبقى النشايني تاني بزي كان في المبارات النهاردة او في المبارات اللي الجاية او في كاس العالم الان ده ان شاء الله نشوف الكلام دوت باذن الله النهاردة باذن الله اه كابنا عليها يمكن اتعودنا احنا في النادي الاهلي ان لما تتعادل الماتش كأنه اخسارة بالنسبة لك وصعب ان انت تكرر الموضوع ده الماتش اللي بعده هل النهاردة حيبقى اللعيبة عندها الدوافع من بداية المباراة من بداية المباراة من الشيط الاول انها تقدم سرعة عكسية للي حصل للمبارات اللي فاتت او بداية المبارات اللي فاتت هو مبدئين ايمن لازم نستطيع المباراة السابق خلاص بحلوة بمرها اذا كان فيها حاجة حلوة فهاش حاجة حلوة ان المباراة لما تفرج عليها بسرعة كده مش مستدكي من نادي الاهلي مش شكل ادائك مش شكل تحركاتك مش شكل الخرار تعملها على الفريق مهما كده الفريق بيدافع بيلعب الالي امكانياته على فكرة كل الفرق ار館 الفرق هتعمل كده هتدافع الالي امكانياته مع النادي الاهلي اي فريق تسعينiger في لما يينفرق الدول بتطمع في نقطة لكن هو دايما using the interesting thing المهم منت دايما انت امني allt انت اللي بتكبر فريق بيلعبك نفس طريقة أنت عايزها أنت اللي بتجبر فريق هو إزاي قابلك أنت اللي عايز تكسب أنت اللي بدور على هدف بدري الحاجة الملاحظة اللي بقالها 3 ماتشات أو 4 ماتشات تأخرك في إحراز الهدف الأول ودي بتعمل لك مشكلة في الشوت التاني مهما كنت لعيب كبير ومهما كنت عندك بطولات لكن بتنزل الشوت التاني بتضغط لعيبتي النادي أهل الشوت التاني المبارسة صابقة بتاعت البنك مضغوطة ولو أنت مضغوطة آيما تفكيرك مش هيبقى صعفي دايما لعيب الكرة بقولك تنزل الملعب تفكيرك ده صعفي خالص ما فكرش غير في المطلوب منك في الملعب أنت بتفكر كتير قوي بس هنا حاجة عايزة أتكلم مع حضرك فيها أنت أمكن قلتها أن الفرق بتنزل قدامك بتعمل كسافة عددية طيب الحلول المتاحة لضرب الكسافة العددية ديت المفروض أن أنت كنادي أهلي عندك أكتر من حل حتى منهم الحلول الفردية يعني حيثة التزديد حيثة المهارة الحلول ما كانش موجودة أمور السابق كنت شايف أهلا الوقت بسرعة أن حتى حلولك الفردية اللي كنت تلجأ لها مش موجودة ودي على إليتك يا أمي هاشاكيا بقولك انسى التسعين ديئة بتاعتمورات البنك انسىها خالص لأنك كانت فيها حاجات كتير قوي مش أنت يعني دايما الفرقة بفيتك قدتل وكده بتلجأ لإما اللعب جماعة بتاعك اللي هو على أطراف واختراك من اللعنق وكده حتى لو مقفول يبقى عندك الحل الفردي وده موجود في أكتر من اللعب ما كانش موجود صح فحلولك الحلولك أنت يعني بتخلص بها أموريات مش موجودة أو في اليوم ده ما كانش موجودة بمعنى أصح يعني مع طبعا مع كل مع كل أمور التانية عشان بس مش عايزين نتكلم فيها كتير لكن هو اليوم ده ما كانش ما كانش يومك صح وينكي مستر مستماني أعلى في المؤتمر أنا ما سمعتوش لكن احنا حتى كانوا فيها هنا واضح النهاردة مش يوم النادي الأهلي مش يومك في طريقة لعبك في فرصة كتير أو الضائع يعني من البداية من البداية باية ناعم انت دايما حتى بضع فرص كتير أول حتى ما جيب الهدف أول الفرص اللي هتماقولش سابقة مش كتير حتى معناها خطر يعني في واحدة فيه تنية لبواليا لو الأمور الطبيعية مشى كنت كسبت واحد أو اثنين مسبوك لكن هو خلاص ناديك غدرها السفر لسفر سبب مما سبب يقولك لازم انت تخلص المباراة من البداية ليه أعود أنا أشتد التاني ودور على ابنالتي واتكلم لا 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 مش النادي الأهلي مسبوك النادي الأهلي بنزل من أول خمس ستة دقايق فرض اسلوبه ضغط هجوم جامد قوي إلى أن تحرص الهدف الأول بعد احرصك الهدف الأول الهدف خلاص عايزه حصل تبدأ دور حدف التاني عشان زي بقوله كده بلوحة تقول تقتل مباراة تماما فهتاخد النهاردة ده التفكير اللي مستر مستر ما نتكلم فيه اليومين اللي فاتوا تعريف يا كابتن بالرغم ان احنا ما كناش يعني على المستوى مش عايزين نقول مش كويسين مش بالمستوى جات لينا حدوش الفورس ما أنا بقولك أنا بقولك تكسب اتنين تلاتة كمان لكن هو لسبب مما سبحان الله هو لسبب مما ان حصل التعادل ده صحيح على اساس يبقى مفيد ليك على فكرة حتى لو حاجة مش حلوة لكن هو في الاخر خير ليك انت مصبوط لكن مسلم السماء سيبقى لك ايما بسرعة كده تتكلم في ان هو ازاي تقتل مورا وبسرعة ما تضيعها شواء صحيح طب قبل ما نروح للكابتن مسامة نقول تشكيل للنادي الالي النهاردة هيبقى معانا علي لطفي في حراسة المرمى ناحية اليمين محمد هاني ناحية الشمال علي معلول الاتنين اللي في القلب ياسر إبراهيم وايه ايمن أشرف بدر بنوم مش موجود حس باجهاد النهاردة ففضل مسر موسيماني ان هو يريحه اتنين اللاعب الوسط المدافع حمدي فاتحي وايه اليو ديانج تلاتة اللي قدامهم على الاطراف الشحات وكهرباء وايه في وسطهم افشا وقدام والتر بواليا ثاني علي لطفي هاني ومعلول على الطرفين ايمن أشرف وياسر إبراهيم وسط مدافع فاتحي وديانج تلاتة اللي قدامهم كهرباء والشحات على الاطراف افشا في النص ووالتر بواليا قدام تشكيل نادي المؤوين العرب حسن شهين لحراسة المرمى اميرة عابد ناحية اليمين حسن الشامي ناحية الشمال محمد سمير وفاروق في القل تلاتة قدامهم وسيم مغموشي محمد مجلي وباسم علي قدامهم اتنين احمد داودة ومحمد حمدي حمدي زكي وقدام رس حاربة سيف الجزيرة نقوله تاني حسن شهين نحن سلمرمى طرفين اميرة عابد وحسن الشامي وحسن الشامي دا مفتاح لعب لنادي المؤولين اتنين اللي في القلب محمد سمير وفاروق تلاتة قدامهم مدافع وسط مدافع وسيم نغموشي محمد مجلي وده صاني عليها بكويس أولا كلنا عارفينه وباسم علي اتنين اللي قدامهم احمد داودة ومحمد حمدي زكي وقدام راس حاربة سيف الدين الجزيرة وكابتن اسامة رؤيتك لماتش النهاردة بناء على تشكيل الفرقتين ماتش من الماتش المهمة في الدورة المقولين السياة فاتت كماشي بصورة كويسة وقدر يحتل المركز الرابع يمكن البدايات السنة دي مش كويسة على نفس المستوى ولكن ما فيش شك انهم اخدوا ثقة شوية بمباراة الاخيرة للاسماعيل المكسب بتاع الاسماعيل وفي حاجة بما انك تكلم على الثقة يمكن نادي المقاولين للإدارة بتاعته جددت الثقة في كابتن عمد النحاس أكتر من مرة برغم البدايات دي عمد كان ماشي معهم كويسة او السنة الفاتي تطلع بيهم رابع ودخل بطولة الكنفدرالية صحيح رغم خروجهم من نجم لكن ماشي بخطة سبتة المقاولين كان بقالوا فترة بعيدة عن المنطقة دي لكن يمكن البدايات السنة دي ما كانش موفق فيها ده بيحصل في كرة القدم فطمعا هم يعني تحسب ليهم انه هم استمروا بالكابتن عمد النحاس يمكن هم يعني يعني كذبوا ماتشين وتعادلوا ماتش وخسروا أربعة لكن الماتش الأخير دوم مع نويات كويسة غير لما كان هيجي مهزوم من الإسماعيل اي للدوري وبتبان أكتر لما بتتعادل لأن النتيجة بتبقى مؤثرة على الناس يعني في مبارات ديجلة أو مبارات البنك الأهلي انت خلقت فرص كتيرة جدا صحيح يعني ممكن الأداء ما يكونش أحسن حاجة ولكن كان في متناولك ومتناول اللعيبة على الأقل أربع خمس فرص مؤكدين سواء في الديجلة صحيح أو في البنك الأهلي والمفروض نوعية الفرقة الكبيرة من أقل فرصة ممكن تجيب جوة مظبوط فمش كل مباراة هتتسهلك يعني مباراة التعاد سكندري تسهلت مباراة الانتاج الحارب تسهلت لكن فيه أوقات حتى لو الفرقة التانية عندها أخطاء كمان ساعات بيحصل عدم توفيق يعني انت لما تتكلم في المطش اللي فات مثلا في الكورتين اللي جمل بدر بنون واحدة وبواليا واحدة جوة الستة يرضى بواليا جاءت له اتنين آه لا أنا بتكلم على لهم المؤكدين آه واحدة لأ الاتنين كانوا مؤكدين آه اتنين على الست صح والتانية اللي هي عملها وراحت بره القائم الشمال مظبوط يعني فيه كورتين أو تلاتة مؤكدين جدا لبواليا براسو وهو بدر بنون يمكن حطوها برعونة والمسافة كانت قريبة الستة يرضى هو حطها في الارض وطبت وطلعت ونفس الشيء بدر بنون غير فرص اخرى كان فيه عدم توفيق زي التسديد العالي معلول وغيره مع طبعا جهد مشكور من فرقة الانتاج الحربي البنك الاهلي ولكن زي ما قلتلك النادي الاهلي هو اللي اضع فرص كان سهل قوي يحسن بيها اللقاء صحيح فالنهارده المباراة تبقى صعبة شوية خاصة ان الكابتن عمد النحاس طبيعة اداءه في 99% من المباريات تكتل في المناطق الدفاعية يعني هو حتى هنا النهارده بباين انه بلعب اربعة خمسة واحد يعني هو سيف الدين الجزيرة قدام بسرعته وفي خمسة لهم باسم ومجل وغنوش داودة وحمد زكي صحيح هيبقوا جناحين ولكن هيرجعوا يكملوا مع التلاتة اللي في النص هيبقوا خمسة يعني هيسيب لك الاستحواز النهارد اه هو معظم ما تساطع ماد النحاس مش معنا احنا بس على فكرة حتى مش مع النادل الالي بس حتى مع الفرق اللي في مستوى او اقل ما بيركز اوه على الاستحواز قد التركيز اوي في النواحة الدفاعية وده دي المساحات وبعدين اللعب على السرعات اللي عنده قدام وخلي بالك ده اللي عمل ومجل اسماعيلي يعني عارف نسبة استحواز ومجل اسماعيلي اللي هو كذبه 44% مصبوط مصبوط فانا بقولك ده اسلوبه يعني ما بي مش ما عندهش حتة ان هو يستحوز على طول ويهاجم على طول لا هو بيركز اوي في النواحة الدفاعية وهيلعب على سرعات بقى واحد زي سيفة دين الجزيري سريع جدا وهداف محمد حمد زاكي ممكن داودة وان كان طبعا هو شايل اوراق زي لويس الستروزا انا بصراحة كنت قلقم منه انه يبتدي بس هو ممكن يكون مأخره للمراحل اللي هي انه ياخد جهد اللي عبت النادي الالف بعد كده ينزله يعمل زي ما عادل بيقولها تملي اللي هي الموجة التانية دي فاعتقد المباراة تبقى قوية لكن النادي الالف متناوله انه يكسب اللقاء بس هو التركيز في الفرص اللي بتيجي من البداية من البداية طبعا اي ساعات احيانا انت كنت مهاجم يعني فيه حاجات سهلة ان انت تخلص بها اللقاءات فتمنى ان دي اكتر نقطة انا شايف ان النادي الاهلي اللي هو عملها هتأثر معا جدا في اللقاء وطبعا يعني انا شايف الروح كتعالية في ماتش البنك الاهلي الروح ما كانتش وعش ولكن زي ما اقولك فيه رعونة فيه تضيع فرص سهلة فيه استعجال بعد كده بتجي في اخر تلت ساعة فيه استعجال على المكسب فيخلي الامور تهرب من ايديك المباراة تبقى صعبة واعتقد كمان مش بس بداية اللقاء حتى الشوط التاني لان البودلاء هنا جيدين والبودلاء في النادي الاهلي طبعا جيدين جدا زي شريف ومروان وطاهر وصلاح محسن تقدر بيهم وعمر السلية تقدر تعمل بيهم كمان دفعة تانية يعني الشوط التاني اه الشوط التاني كابنا عادل الماتش الأخير قدام البنك الاهلي هل نهاردة هيكون عامل ايجابي ولا عامل سالبي في بداية لعبة النادي الاهلي بداية مباراة طيب خليني اقولك اولا في البداية المباراة بتاعت المقولين النهاردة جاية في ظروف صعبة للنادي الاهلي ويمكن كلنا لازم نستوعب بالامر ده مش المباراة دي بس والمباراة اللي فاتت والمباراة اللي قابليها ولا هتبقى اللي بعد بس انا حايز اقولك حاج التدرج اكمل. انا انا يعني انا كنت رايح لدي. ماشي. انا كنت رايح ليه يا كابتنت? مش التدرج. انا بكلمك الظروف صعبة. مباريات صعبة. ليه مباريات صعبة? اي تيم كبير زي النادي الاهلي. رايح يلعب بطولة كبيرة زي كاس عالم للاندية. اللعبة بيبقى عندها يعني نوع من يعني نوع من التحفز شوية في المباريات والخوف من الاصابات. زي وليد سليمان. فدي صعوبة المباريات اللي بتيجي قبله ببطولة كبيرة زي بطولة كاس العالم للاندية. دي واحد. الحاجة التانية بقى المهمة. احنا بنتكلم في ظروف المبرامة بين الفرقتين. ما بين المقولين العرب جاي من مكسب وما بين النادي الاهلي جاي من تعادل. المقولين العرب المكسب اللي كسبوه بعد اداء قادر اقولك غير جيد مع الاسماعيلي ولكن مكسب كويس. عماد النحاس من المدربين اللي بيوصل لهدفه. بغض النظر عن الاداء. كما تنكلمه كتير على انه بيسيبه الكورة للعيبة للفريق التاني وانت قلت كده كنت ايمن ولكن في نقطة مهمة عايزة اقولها لك ان النادي المقولين العرب عنده طريقة لعبه مميزة بيلعب بيها. وهو امكانيات لعيبتك بتلعب بتلعب بيها. النادي المقولين مغير اربع لعيبة في التشكيل ما بين مطش الاسماعيلي وما بين المطش. يعني حوالي اربعين في المية من قوام الفريق الاولاني. اللي هو التغيير اللي هو غيره. حط وسيم وحط داودة وحط مجل وحط بسم علي. اللي اربعة حطوا مين المباراة اللي فاتت. ودي حاجة مهمة جدا. وفي نقطة مهمة بالنسبة للنادي النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان مغير ثلاث لعيبة التراري. منهم بدر بنون. اريد انك بالنسبة للبدر. هم قالوا دلوقتي ان بدر عنده برد. ففضل ميستر المسلماني ان هم يريحه. وحط في القيمة حارس مرمى تاني حمزة علاء. اه. واضح ان احنا استفدنا من موضوع وليد سليمان. استفدنا منه. كانت اتمنى ان موضوع وليد سليمان كان يتعامل كده زي بدر بنون. ما نستعجلش عليه او نجازف به. فانا ارجع للتلاتة اللي اتغيروا من عندنا بدر بنون وعلي لطفي وورتر بواليا. رغم انه لعب بعد فترة قليلة من المباراة. ولكن في الاخر قادر اقولك ان الظروف بتاعت مباراة الاهلي والما قولين النهاردة ظروف صعبة. اما السؤال اللي سألته لي يا كابتن ايمن اللي هو بتاع. هل هنستفد من مباراة سيراميكا كلوباترا ولا لا. هقولك ان انت ومازلت بقولها ودائما بقولها. الفرصة الاولى. اهم ما يميز الفرق الكبيرة. واهم ما اسلحة الفرق الكبيرة. اللي بتخلي الفرق المتوسطة تختلف. اللي هو البلان التاني بتاع الفرق المتوسطة. انا بنزل ادافع للنادي الاهل التسعين دقيقة. فانا عندي بالرقم واحد ادافع بس طول الوقت. اول ما يدخل في جول لازم اغير كما قولين عارف او كبانك اهلي او اي فرقة تاني. لما طريقة اللعب بتاعته بيحصل ايه? بيحصل ان النادي الاهلي بينطلق. لانه بيبقى فيه مسحات. هي مشكلة النادي الاهلي في تضياء الاهدف ايه? الزحمة الكبيرة اللي في التمنتاشر لنادي المقاولين او نادي البنك الاهلي زي النادي. لو احنا الشوط الاولاني احرزنا هدف من ال 11 فرصة اللي جات لنا طول المباراة. لو احرزت هدف واحد. سدقني الموضوع هيتغير تماما. هتبصت لقي الفرقة التانية خلاص بتلعب بين الديا. التلاتة بنت راحوا منهم. هيبدأ ان هو يهجمك. فلما هجمك هتلاقي مساحات. فلما يلاقي مساحات هيبقى هنا قدرات اللعيبة والقدرات التكتيكية بتبان ما بين المدرب والمدرب. وما بين الفرقة وما بين الفرقة. مشكلتنا في الوقت الحالي. وكبتنا علي اتكلم فيها بصورة جيدة. الهدف بيتأخر. عاو سيجيب هدف الشوط التاني. اكتر من مباراة. ممكن. انا يمكن اتكلم ده فيه اكتر من مرة كمان. ممكن تيجي في مباراة. والتانية والتالتة لكن ما تجيش في الرابعة. عشان كده بتمنى اني اول المباريات او اول المباراة اي مباراة تلعبها. افتكر ان الضغط. انا ممكن اقول حاجة وممكن يبحثوا فيها يعني. دائما الشوط الاولاني بيروح من الفرق علشان حتة التسخين. انا هدف امن التسخين. يعني مثلا عاوز انزل. فبعمل التسخين قوي اللي هو بيخليني اخد النفس التاني في البداية. اي. فبادخل ضغط عليهم. ده ممكن حتة التسخين. يتبحث في امراض. الحاجة التانية. حتة الناحية النفسية بتاعة التهديف. انك انت تلعب اللعيبة كتير على الجون في التمرينات والحاجات دي ودي مهمة الناحية الالية بتاعة كل لعب. اه علشان كده بتضيع اجوان كتير. ما هي? احيانا كتير او المهاجم. لما بيضيع اجوان والتاني بيحق بيقل من الالية بتاعة التهديف بتاعته فبيحصل نفسه شوية فبيضيع اجوان اكتر. وغير ثقة في النفس للفريق التاني. تمام. بيستبصل ويموت نفسه بقدر الامكان الفريق التاني. تمام. في نفس الوقت احيانا بعض الفرق لما يعني دي قليلة بتتمع فيك فتبتدي تلعبك كمان. تمام كتير. هقولك حاجة تانية بقى من ناحية البدنية. لما بيتأخر الهدف اللي بيحصل. انت بتعمل مجهود اكتر من الفرق اللي بتدافع. مجهود مضاعف. فاللي بيحصل. صح. لو انت حق احرصت فيه هدف. فهو يعمل مجهود قد مجهودك. فيبقى هنا ايه? المغزون البدني. ما بين الفرق والفرق التانية. صح. المغزون القططي ما بين الفرق والفرق التانية. المغزون بتاع الهدفين ما بين الفرق والفرق الاخرى. فعلشان كده بتكلم. اهم نقط لأي فريق كبير بيلعب اي فرق متوسطة. انه يضغط في البداية. وانه يحرز هدف عشان يربك الخطة بتاعت الفرق. لانه اكتير من الفرق ما عندهاش حتة انه مع النادي الاهلي. ممكن مع الفرق تاني. مع النادي الاهلي يقدر يرجع للمباراة تاني. هنروح الملعب وراوز من نشتيف شعبان ولقاء مع المهندس محمد عادل المشرف العام لفريق كورة القدم النادي المولي. مجادة التحية كابتن ايمن ولكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان. من استاذ الاهلي والسلام. مباراة الاهلي والمقولون العرب مع المشرف العام على فريق القرى وعدو مجرس الادارة المهندس محمد عادل. بقولك اهلا بيك على الشيء قناة النادي الاهلي وتحاتي كابتن ايمن شوء ليك. ومباراة صعبة بكل مقيس. ولكن عندكم اوجيين المباراة بعد فوز على فريق كبير وفريق الاسماعيلي بهدف مقابل لاشيء. اولا عليكم السلام. تحياتي لكابتن ايمن والسادة كابتن اللي معاه. طبعا ما فيه الشك انها مباراة زي ما انا بقول. تعتبر مباراة من مباراة البطولة دايما. ان اي نادي بيتقابل مع الاهلي بيبقى بيعتبر ان دي وراء بالنسبة لهم مباراة بطولة. سواء النادي نفسه بتتحسب له في انجازاته او اي لعب حتى بيزهره دايما. فما فيه الشك ان احنا عاملين حساب اول كالنادي الاهلي. نادي الاهلي. فرقة السنادي فرقة تقيلة. لكن ان شاء الله يعني نعمل نتيجة كويسة بازن الله. كمتن امد النحاس عمل محاضرة مع اللاعبين وطلب اللاعبين. بالفوس طبعا او على الاقل تقدير الخروج بنقطة من امام بطل القارن طبعا وبطل الدوري. مصبوط الكلام ده. ما فيش شك طبعا ان انت لازم تبعارف ان احنا كل هدفنا اه تحفيز اللاعبين امام فريق كبير زي كده حصل على كل البطولات. بطولات كتيرة. اه نادي كبير وليه شعبية كبيرة. واستحقق ابنانا عن بطولاته. فلازم احنا برضو عشان كذا بقولك احنا برضو نفسنا يعني لما نكسب برضو بس منك سيبنا الاهلي. او تعادلنا يبقى تعادلنا مع الاهلي. فما فيش شك ان احنا بنحفز لعبتنا لكده. اه لتحقيق نتيجة ايجابية بإذن الله. مبارا عندكم نارض غيابات اتنين كورونا وممكن حوالي ثلاثة اربع غيابات. ممكن تأثر على فريق مولين العرب النهاردة والمقاولين بمنحضر. ما فيش شك يا الاهلي لمنحضر. انما المقاولين قولوا يعني مش. لان الاهلي بيبقى عنده زخيرة اضافية من اللاعبين تعوض له اي غيابات. لكن احنا الكورونا من اول السنة تعبتنا. يعني حتى فيه جزء كبير من اللاعب اللي عتالها بالنهاردة. كله تقريبا خد كورونا. لكن برضو فترة التعافي يعني فترة الكورونا اللاعب ما بيبقى ما بيلعبش بيقعد اسبوعين على ما بتدي يرجع. ففيه لعيبة كتيرة برضو للنهاردة. نازل كان عندها كورونا ولسه يعني يا دب. فربنا وفقنا ونعمل مباراة كويسة ترضي الجماهير المصرية. اخيرا ماشواندس ممكن نقارينا في بعض المواقع والسوشال ميديا. النتائج كتوحش الفترة الاخيرة وخروج من افريقيا. بس انتو اعلنتو اعلنتو تمسك باركب نعمة النحايس. مظبوط؟ ما فيش شك الكلام ده لم يطرق علينا. اولا احنا خرجنا بالافريقيا بفعل فعل. او ما زلت بقولها وحفظ لقولها. اه قصة الكابتن اماد النحاس دي قصة لا تقبل ابدا اي نقاش ولم يفكر فيها احد اطلاقا. وبعد ما تنساش كابتن اماد هو اللي عمل الفرقة خمسة طلع خامس طلع رابع راح افريقيا. نفس الولاد اللي معاه هم نفس اللعيبة. فيعني بالعكس تم تدعمهم. لكن الكورة فيها كده مفيش كيرف اي فرقة. اه بتبقى ثابت. لكن لازم احنا طبعا عندنا السقة الكاملة. ولم تتزعزع ولن تتزعزع ان شاء الله. كابتن اماد ورفاقه لعبة. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. كابتن ايمن ده كان لقانا مع المشرف العام على القرى المهندس محمد عادي. خلينا اقول لك كابتن ايمن اني الكابتن اماد النحاس اجرى يمكن محاضرة مع لعبي الفريق بالامس. وطلب اللاعبين بالحصول على السلاس نقاط. على اقل تقدير الخروج بنقطة امام بطل القارن. طبعا ويمكن كان طلبات للعيب الموقعون العرب بغلق المساحات امام فريق النادي الاهلي. ومحاولة مباختة النادي الاهلي بهدف طبعا على النادي الاهلي. بإذن الله كل الكلام ده ما يأثرش خالص على فريق النادي الاهلي. والاهلي النهاردة كن لها الكلمة العليا ويفوز الاهلي على فريق المقاولون العرب. غيابات المقاولون العرب اليوم للكورونا كابوريا وعبدالله ياسين واحمد عبدالعزيز زيزو ابراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق. في الختام كل يعني بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. عود لك من جديد كابتن ايمن. تفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز شيف شعبان. كابتن شيف عبدالنعم. يمكن شفنا تشكيل النادي الاهلي وتشكيل المولين العرب. المفروض ان مستر موسيماني النهاردة يعالج البداية اللي وقعنا فيها الماتش اللي فات. طبعا. وبناء عليه هو هنا لاعب بتقريبا تقريبا. نفس التشكيل او نفس الطريقة اللي هو المناسبة اللي عيبت النادي الاهلي. اربعة اتنين تلاتة واحد. نا هو ما غيرش حاجة. هم بلاب اربعة اتنين تلاتة واحد. هاي. ولكن المباراة اللي فاتت بدأ بوليد سليمان راس حرب. النهاردة والتر بوليا بدأ كراس حربة اساسي من بداة مبارا. قتلناها باحسن. اهو. جهت وليد سليمان دي. بصة كابتن ايمن الشكل كله مباراة. اه مدير الفني بينظر للخصم دايما بشكل عامل. دايما بيقولك النهاردة اعمد اه بينظر الى السلاسطيقة. اه. فاكر ان غياب الشناوي مسلا بيتحلو فرصة كبيرة جدا ان هو يكون في المباراة. دايما هل اسامة هل هم بلعبوا في اربعة خمسة واحد ولا دايما هو عندي على الورق اربعة اتنين تلاتة. اه اربعة تلاتة تلاتة اتنين واحد. اه انا اربعة خمسة واحد دي افضلها. ليه? هو اللي عايز يعمل زحمة في نصر ملعب ويستحوز ويعمل كونتر اتاك. اللي هو ده الشكل بالاطراف اللي بتطلع عنده. انا بحب دايما استحوز انا الكورة. اه. وطبيعة اللعب انت لو فرقة بتلعب فرقة. ومعرفتش. هتكسبها منين? اي. يبقى ده يا ايمن اه في تقصير من لعبتك. اي. مش بس الخطوط تتكلم معاك. انت لازم وانت بتلعب بتكشف الملعب وبتكشف اللعبة اللي انت بتلعبها دي. ايه اللي عندك انت اماكن اللي انت ناجح دائما في الغزوات منها. ايه. الاماكن اللي اللعيب بتاعك فيها. لازم كل اللعيبة تميل. كل اللعيبة تعمل التحركات السريعة جدا في المنطقة اللي انت هتسمل منها اهداف. ايه. لازم احنا ما كناش بنخش في التمنتاشر على ريبة مع سويتشات. لازم النهاردة اللعيب من نفسه هو. اللعيب من نفسه هو اللي بيترجم كل ده جوه الملعب. كويس. احنا ما كنا بنلعب كلنا قبل كده. ما كان في واحد بيبع عنده شخصية الشوت. اه شخصية الاختراق. شخصية واحد على واحد. اه السرعات العرضيات. الناس كتير قعب تستنى اه امكانيات اللعب اللي بعمل العرضيات ده انا بقف وانت بتوقف وفلام بيوقف. واه جميع الاجالة اللي لعبت في الناس دالي. عندها استراتيجية. عندها شخصية. عندها مواهب. عندها فرديات. فالنهاردة ما بلعب مولين عرب. انا تفرجت على مولين عرب كتير قوي. هو بطيء في تحضيره وخطاف. يعني زي ما انت قلت. 44% استحوازه كسب لإسماعيل إسماعيلي حاول معاه لغاية آخر ثانية كان فيه كرة هنا وكرة هنا لدرجة إن الوقت لما بيمر بيحمل لك حالة عصبية أنت مش محتاج بقى الحالة العصبية دي هالس أنت مش محتاج خالص أنك تخش في المنطقة دي لا ضغط على نفسك ولا ضغط على العيبة تحس أن هي مكسرة أوحش حاجة أن أنا أنزل مطش ببداية جديدة وأنا حاس أن المطش اللي قابله عندي حالة تقصير حيفقدني برضو شوية يمكن الزاكي أول يدي تركيز الزاكي أول يدي سرعات الزاكي أول اللي هو يبقى مركز يلعب كرة بسرعة تفكيره سريع بس لازم يفيد حركات كمان تواكب هذا الشكل ده كله بالنسبة لجميع اللي عيبة اللي معاك كرة فهو ده أساس الميكانيزم اللي يكسبك أي مطش مش حادر أقولك بقى المدير الفني لازم ينبهني لازم يقول له فلان لأ أنت تتحبك كده علي معلول ما تلعبش كرة عرضية وانت مشاهدك في التمنتاشر عشان نستنى لما تحس بالمبادرة اللي هتحصل ماشي كرة كتير أي فرقة بتماشي كرة كتير واحد انت يا طربعة بتعمل اللي هي عادتك الاستحواز بترهك الحالة النفسية بنزمه لأي فرقة بتشتتهم فيه العيبة كتير قوي زي فروقة لما جانا بنيجي نحلل فروقة وبنشوف محمد سمير محمد سمير عنده من الخبرة فروقة عنده عندك كردون انت على الحاجات دي بتستغل الكصة دي تبقى شايف الفرقة دي شايف ازاي بتخترقها انا مش شايفهم اكتر من هم رد فعل ولكن هم كمان فروقة ومحمد سمير عندهم مشكلة دفاعية في القلب دي اللي انا عايز اقولك عليه يبقى انا وانا بيلعب لازم بشايف انا حاروح منين هم هروح مرة من عالطرفي بالعرضية هيحاولوا يطفشوا مرة حتلاقينا ان ادخل في العمق بالوان تو اللي حصل كتير او في البنك الاهلي بس التواغل بتاع عيبة البنك الاهلي الكتير مكانش مديلك فرصة انك انت الفرص اللي بيجي لك ده احت ضغط على طول انا انا اقدر حاسب اي حد لو في فرصة سهلة ورايح على الجول ورقص الجول او حطه كرة بره ما دي احنا بنتكلم عن فرص الضائعة دي اللي احنا ننبه عليها دي انما كرة تحت ضغط يعني ما هو بوليا جات له كرة وعطاها بشباله بس في ده جول لو طلعت عالارض في اي حتة طلعت في زاوية تانية ممكن تليها جول غير الكرات اللي هي جات لنا كلها بنلتحم فيها وبنلعبها بالرأس وصلنا للتمنتاشر وصلنا دفماتش شكله ايه احنا ما حطناهش في جوال انما تيجي تعد الفرص اثنين وثلاثين فرصة اثنين وثلاثين فرصة يعني اتعايز ده هاسة وتبقى انت كده وجبت الهاسة وقال لك لأ ده تكوف وفاول ومعرفش ايه ماشي بس زا ما قال علاء احنا نادي الاهلي انا مش هروح للمنطقة دي لا انا هروح ازاي اكسب اي فرق انا بلعبها اه انتوزك على المباراة اللي فاتت اه وكان حداشر فرصة اه كان حداشر فرصة حداشر فرصة توتالية يعني في المباراة كلها طيب انا عايز اقول لك على حاجة الكرات اللي انت بتركز فيها خلال خمسة اربعين ديال الاولانيين بدون ضغط نفسي ده اول حاجة اللي هو لعبك العادي رتمك العادي اللي مطلوب منك مطلوب من كهربك يتحرك ازاي مع ابواليا ومطلوب من مش كل كرة هخش انا هبقى انا عايز احطها في الجنل نفسي يعني هبقى انا عاوة كده بشمالي هبقى بجرب مفيش تجارب بقى غير ان ايه تبقى انا انا يمفتاحها اوه مع لعيبة كلها ودار ببس زغير معلمة كده بالفرديات اللي احنا بناخدها من لعيبة كبار لليوم سمن وسعر هو ده اللي بيخلص لي المباراة فانا بطالبه هنا بطالبه بالاداء ده بطالبه بالفكر ده زي هبقى تنشي حتى سعد يبقى الكرة مش مشة معاها او هو مش موجود وتلاقيه عمل كرتين بيخلص ماتش بجول ايه هو ده ثمان اللعيبة دي اللي احنا بندور عليه زي ما هالعاد وانتو بتحسسوا على حكاية الشروط الاولاني دي هو ده اللي مطلوب في الشروط الاولاني نهينا عنه احنا ما نخرجش بالضغط النفسي تاني لتاني ايه كبن علاء انت دايما بتكلمني او بتكلمنا على حتة الاستحواز كويس ولكن حتة الاستحواز دي ما هي لازم يكون فيه ايجابية على المربع انان بقول الاستحواز ايجابي حلو او بكره الاستحواز السلب ده بالضبط كده انما انما في اوقات كتير نبقى احنا عندنا الاستحواز كويس بل طول الوقت على فكرة اه يعنى بالنسبة برجدم ولكن في بعض الاوقات ما بنستفيدش من حتة انك مسك الكرة ومستحوز ومسيطة هل دي نتيجة مثلا إيه للتحركات من المهاجمين اللي قدام مثلا أو عدم تمركز صحيح ولا بطء في التحضير وبطء في التفكير أنا عايز أعرف ما هو إيه أو أنت للإستحواز بتاني بالإستحواز ليه عشان توصل لكل ما تقوله ده أنا بستحوز ليه عشان أعمل ضغط وجمه كويس قوي طول ما بستحوز طول ما أكورها معايا في رجلي فيه ناس بتتحرك بتخلق لك أماكن اللي تقدر تتشغل فيها دايما بنتكلم على عيبة الأهل أو دايما نتكلم على عيبة الأطراف أن أنا دايما بسيبي المساحة اللي أنا بقى موجود فيها أو حد تاني موجود فيها كويس هو النادي الأهلي ده استحواز مساحات تحرك من خير الكور هو ده اللي بيديك دماني التفوق حتى لو هتجيب فريق تلاتين واحد بيدفعوا في الملعب كويس طول ما أنت بتعمل تلات حاجات دول أنت هتفوق عليهم وآخر حاجة بتطلبها التركيز في أول فرص أو معنى أصح تكون موفقة في أول فرص ممكن مركز بس مش موفق لكن أهم حاجة في الاستحواز ما الناس كلها بتعمل الاستحواز في الواحد بيعمل الاستحواز سلبي ملوش أي لازمة استحوز زي ما تحب كويس وفي الواحد بيعمل الاستحواز عشان أنا بحضر لحاجة تاني هو ده النادي الأهلي أو دي هي الفرقة الكبيرة باستحوز عشان فيه ناس بتحرك جنب اليمين شغال جنب الشمال ناحية تاني بتحرك بتحرك عكسي ناس بتحرك عشان تلاقي المساحة اللي دايماً في ظهر المدافعين. الزايد الكلشيف كان بكلمة حيثة الاختراك الطولي. ما هو الاختراك ده هيجي أيماً مش واحد بيختارك وناس كلها شايفاء. انت بتعملش حاجة. الاختراك ده بيجي في لحظة ناس حيثة سلحان. واحد سلحان كده بتلاقي اختراك جه. هدف. زي الهدف اللي جابه معلول. بتاع بواليا وحسين الشاحات. حصل ازاي؟ في ثانية. بواليا نزل حسين الشاحات مش مكانه. عشان الساحات هو اللي رحص حربة استلموا كرة عالي معلول اللي برضو مش مكانه لكن مساحة فاضية. هو ده اللي بيديك التفوق غامل. تقول بتعمل استحواز عشان المساحة الفاضية اللي يبان شغلك فيها. اللي يبان الفردياتك بتكلفها شريف. ما هو اللعيب الفردة أو اللعيب المهارية أيماً. مش لو بياخدوا الكرة مش ياخدوا الكرة مش نوية أنا مهاري وراء. لا اللعيب المهاري ده بيستخدم مهارته في آخر تلت من ملعب. هو ده اللي بيبان واحد على واحد اثنين على اثنين مهارة تزديد مهارة لعب بالهد، مهارة تغيير ملعب، مهارة لمسة سحرية كده. ده كل واحد ربنا بتديله مهارة كل واحد ربنا بديله حاجة كده بيتميز بها عن التاني واحد عنده سرعة واحد عنده تزديد واحد عنده مراوهة وقده في الثانية بيعمل لك تمريره أنت وجول هي دي كلها وكل اللي كان في ده على فكرة في لعبة النادل الأهلي سح. لكن بتيجى عليك وقت. الحاجات دي كلها بتظهرش عشان كده. سببها ايه. هقول لك سببها ايه. زي المباراة اللي فاتت. دي اقرب حاجة. تكتل دفاعي. كويس. من البنك الاهلي ودي امكانياته. وكلمنا عليها كويس قوي. ممكن تلاقي اكتر من فرقة تلعب كده. ماشي. ما انا بقول لك. انا بقول لك. لا انا اجيبك اخر حاجة عشان لها في ازهان الناس. كويس. تكتل موجود وانت عندك استحواز والموضوع منتهي. بس استحواز ما استفدتش منه ب حاجة. لان كل الكلام اللي انا بقوله ده ايمن. ما تنفس. ما تنفس. الى جانب ان انت ما كنتش موفق. بص اقول لك حاجة. كان ممكن مباراة البنك دي. بص كبتش تتكلم ازاي واسمع وعدل واخطاء وانت وانا بتكلم. وكلم بعد كل ده. كنت ممكن تطلع كسبان اتنين. بس عندك عيوب كتير في الموتش. لكن هو حلوة المباراة ايمن. دايما حتى ونتيجة مش بترد الناس. لكن مدير الفاني ياخد منها. انا ليه. يستفاد منه. بس هي دي. دايما الفريق اللي عايز يوصل دايما لحطة اعلى حاجة. ما فيش حاجة كاملة طبعا. اللي بيستفاد منه وراه. انا نهاردة كسبت بس انا عنده اخطاء. نهاردة تعديلت. تعديلت ليه? عشان فيه خطأ اتنين تلاتة. ومش خطأ دايم. لأ. ده انت خطأ ممكن في سنة تصلح. بتحرك. بالناس فتح الملعب كويس قوي. بالناس شافع ازاي خلق مساحة. اللي هو لعب النادي الاهلي العادي. الى جانب اهم نقطة الناس كلها بتتكلم فيها. راجل الشارع بتتكلم فيها. لازم اجيب بقول الشرط الاول. صح. هو ده. صح. ده اللي بيفتح لك كل الابواب المغربة. فضل يا شريف. انا انا ساعة بلعب في وسط الملعب او بلعب قدام او كرة بالجيلة زي كهرباء او مجد افشا. لازم يبقى مشغول بالامكانيات اللي عندي. لازم يبقى مشغول ببوليا. مشغول ازاي حوادي راجل ده في امكانياته. ازاي حوادي كهرباء لامكانياته. ازاي الكهرباء يبقى مشغول برجل اللي جنبه. لازم يبقى مشغولين بامكانياتنا. هي كلها هي كلها هي كل لك بتشريف تحرك جماعي. صح. اما هو انا بشتغل في التدريب. دايما كان عادي بيتكلم في الكلمة دي. انا ليه بشتغل في التدريب كتير اوي. بعمل حاجات تخصص هو كده. عشان اللحظات دي. لما لما الكهربا هيمسك الكورة. بوالي هيروح فين. حسين هيروح فين. مين هيكمل. مين هيستنى. هو ده شكل الاندية الكبير. وطبيعي النادي الاهلي بيعملها عادة جدا. لكن لما بتبقى مضغوط. انت بتضغط نفسك ايمن على فكرة. بتتضغط في الشهود التاني. لان انت. صح. بدايتك انت مضايا لحد الان كم نقطة? اربعة. مصبور. من بداية الدوري. فم اربعة النادي الاهلي لأ. ما ينفعش. اللي هو حتى اللعابة حاسة كده. مش الجهاز الفني. اللعابة حاسة ان هو ايه ده اربعة نقاط في بداية الدوري. النادي الاهلي لأ. النادي الاهلي كان بيبدأ الدوري. مكسب 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 مكسب. بيزهق الفرق. لا بيفرم اولها يا شريف. يعني زي ما كل واحد بيعمل مسلا مئة متر جاري. خلاص. فمن اول خطوطين انا فرقت عنك. صح. لأ وفي حاجة تانية كمان. فضل. برضو انا انا كجمهور بفكر فيها. بعض اقول ايه مسلا. مع احترام من الكل الفرق. طبعا. فقط اربع نقاط ضد ودي دجلة والبنك الاهلي. بالزبط. فما بالك لو مسلا قابلنا فرق اعلى في المستوى. وردو انا له شوية. لا. ما تقلقش. النادي الاهلي ما تلاقش منه من اللعب الفرق. انا. حتى الجامهير عارفة كده. جامهير عارفكي. عارف كده نادي الاهلي مع الفرق الكبير نادي الاهلي ما احترام في كل الفرق طبعا. النادي الاهلي نادي عظيم. هويك. مش كبير نادي عظيم. لما النادي الاهلي يدحمي اربع نقاط هي Avion حاسها اي من ده حاجة مش طبيعية. اي. ومع كل احترام الفرق مش مصنف في الاول. فيقول لك لا ما ينفعش. عشان كده النهاردة انا متوقع ان شاء الله بداية جديدة. بداية النوة اللي هو البداية بتاعت النادي الاهلي من زمان. مش من زمان من هي لا. بداية الاهلي اليوم ما بقى النادي الاهلي. ان هو انا بنزل بخلص المباراة من بدري. لاني طريقة لعبة كابتن عمازة ما اشرحها اسامة وعادل. مزبوط. مفيش حاجة اسمها استحواز. هو مش عايز استحواز. انا بقفل. وبالعب على مكسب. هو اكسب من براه. صح. هو لعنده جمهير هتطلبه باداء وشكل وكده زي النادي الاهلي ولا حاجة. ما عندهش حد هيحاسبه بكده. انت دايما في النادي الاهلي يا ايما بتلعب على الحاكتين. عشان كده هم تغوط. مكسب واداء حلو. نشي. اه هنروح لكابتن اسامة ونسأله على انت وانت كابتن اسامة ان المقولين النهاردة هيلعب اربعة خمسة واحد. عايز اعرف يقدر ازاي تعامل مستر موسماني مع غلق الاطراف. هو واكيد المقولين النهاردة هيقفل علي علي معلول ومحمد هاني. ولكن بعد الفصل. موسيقى 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 نرحب بكم ارة ثانية اعزائي مشاهدين. وقبل نروح لكابتن اسامة عايز اشيد بقرار اللجنة. المهندس أحمد مجاهد في القرار اللي خدته اللاجنة السابقة قبل كده بيقاف محمد الشتناوي أربعة بريات اللاجنة السلسية خفضت عقوبة محمد الشتناوي لمباراة واحدة وخمسين ألف جنيه غرامة فإحنا بنشيد بالقرار اللي خدوه مؤخراً وخصوصاً إن المهندس أحمد مجاهد ما صممش وعلى فرض العقوبة الظالمة اللي هي أربع مباراة نكلم بقى على تعامل مستر مسماني هو حيشوف نفس السيناريو كسافة عددية في نص ملعب مقولين غلق الأطراف وإحنا خلي بالك الأطراف في الماتشات اللي هي بتبقى زي كده ما بتشتغلش بكفاءة علي يعني حتى لو شفنا مثلاً علي معلول ما بنشوفش جهة اليمين مثلاً محمد داني أو أي حد بيلعب بيقدي إنه هنهجميها بصورة جيدة طبعاً زي ما قلنا إنه قلنا إنه وعمد بيلعب بتكتل كبير قوي في نص الملعب قدام المدافعين وبيعتمد على الهجمات المرتدة عشان عنده سرعات قدام بالذات في سفة الجزيرة يعني ودي النقطة دي على فكرة لازم ينتبه لها جداً أيمن أشرف ويسر إبراهيم لأن أحياناً كتيراً وإنت بتهاجم عدد المهاجمين بيبقى كتير ممكن تهاجم بسبعة ممكن تهاجم بستة فورا بيلعبوا كور طويلة من محمد سمير أو بالذات محمد سمير كور طويلة على طول في العمق وراء السردبكين عشان سفة الجزيرة سريع جداً ومجلي برضو بيعملها ومجلي بيعملها بيعملوها على طول مع سفة الجزيرة وإنستوزا بس هو إنستوزا هو حطه للشوط التاني على أساس أن يطلع بالشوط الأولاني صفر صفر على قد ما يقدر يطول بعد كده ينزل واحد سريع تاني ومن الهدفين عنده فبالنسبة للأطراف هو حاطت باسم علي مع أمير عابد مع ممكن يميل عليهم كمان محمد حمدي زكي أو داودة ثلاثة في الجنب ده اللي هو فيه علي معلول لأنه عارفين إنه علي معلول برضو هو اللي عنده الناحية الهجومية الأكتر في التلوع في الجبهة اليسرى بتاعت النادي الآلي وهو خطر في الكرات العرضية أو لما بيروح عجون برضو ناحية تانية لعب بتلاثة حسن الشامي وبردو داودة أو حمدي زكي مع الغنوشي ومجلي بفستهم هما الاتنين فقافل بتلاث لعيبة في الطرف اليمين أو الطرف الشمال طبعاً عن طبيعة الماتشوات اللي بتاعت النادي الآلي بتحاول تقفل الأطراف وبتحاول تقفل في العم دي عايزة تحركات الطبيعية اللي عليها تكلم عليها للعيبة بتعملها يعني مفروض كهرباء وحسن الشحات ومجد يا أفشة إزاي بتحرك وحتى مثل المسلمان اللي لاحظنا كتير جداً الأجنحة بتاعتنا بتحاول تخش للعمق كتير عشان يسحب المدافعين لجوة ويوسع المساحة على الطرف العلي معلول أو محمد هاني محمد هاني طبعاً عودته مهمة جداً في الطرف اليمين لأنه زي ما قلنا ما احترامنا الكامل أكرم توفيق بك ويسين ولكن ما تحسش أن هما أصلاً بكات يمين طبعاً محمد هاني برضو يبقى ليه دور كبير جداً ومع استغلال حسين الشحات وكهرباء برضو أحياناً بتحركوا في الأطراف وأحياناً بيخشوا للعمق عشان يوسعوا لواحد زي عالي معلول أو واحد زي محمد هاني حركات الطبيعية بتاعتنا حتى والتربواليا نفسه اللي هو بيلعب في عمق منطقة الجزاء ما بيفضلش فيها على طول أحياناً كتيرا برضو بيحاول تحرك على الأطراف عشان يعمل خلخلة وحد يخش في المنطقة بتاعته زي أفشة زي كهرباء زي شحات فعندنا في المجموعة اللي قدام مع الباكين بتوعنا اللي هم هاني ومعلولوا بيقع هراهم أفشة أو أحياناً بيزيد ديانج النقطة بس المهمة غير اللي أنا قلتها بتاعت إنه لازم ننتبه إن المباراة تسعين دقيقة الناس اللي وراء لازم تركز لأنه هم بيلعبوا على دي كتير إنه نقلف تانية وبعدين واحدة طويلة لقدام فلازم يبقى فيه تركيز كواس من أيمن وأشرف حاجة تانية أنا فرحت بيها جداً المطش اللي فات موضوع التزديد المطش اللي فات كان فيه نسبة تزديد للنادي الأهلي كويسة جداً من ديانج من أفشة من علي معلول يمكن حصل عدم توفيق فيها من حمدي فتح واحدة راحت فوق العرضة يمكن حصل عدم توفيق ولكن لازم نستمر عليها لأنه تكتل ده زي ما أنت بتحاول تختارق في العمق أو بتخرج من الأجناب وكده بس أحياناً بتحتاج التزديد فالتزديد كان ميزة المطش اللي فات ونتمنى أن أحد فيهم يوفق النهاردة بإذن الله نقدر يجيب جم من بره إن شاء الله بإذن الله سريعاً كابتن عادل إيه نقاط الضعف في نادي المقولين اللي ممكن يستغلها النهاردة مستر موسماني وهلعب عليهم إلا القلب يعني محمد سمير وفاروق دايماً فيه بطء شوية يمكن محمد سمير أسع ولكن فاروق أقوى ولكن فيه بطء أمير عبد وحسن الشامي يمكن حسن الشامي أكبر سنين شوية بقى حتة إنه هو إنه حالوجومية بتاعته جيدة لكن في حتة التغطية مش كويس فيه يمكن أنا شفته كتير أنا لعبت فرقة المقولين بالأفراد دي كمان هو أمير عادل أمير عادل هو أعابد اللي هو اللي تقدر تقول هيدخل سر دباك كتير قوي وهتلاقي بس معدل علشان دي دي مهمة جدا يعني أنا هيلعب بخمسة أحياناً هيلعب بخمسة في أوقات وأوقات هيلعب حمد زكي هيلعب ناحية الشمال كطرف شمال وبسم علي هيلعب كطرف يمين اللي هو اللي هي ربع خمسة واحد اللي كنت نقصي ما قال عليها ولكن أنا بقولك إنه أمير عابد وبسم علي هيبدله الأدوار كتير بس أدوار جانبية أمير عابد هيخش الجوة بسم علي ممكن اللي يرجع كبقرية زيادة يبقى في الخمسة في الحتة الهجومية علشان علي معلول بالذات حطوا عشان علي معلول بس هنشوف انطلاقاته هجومية لبسم علي ولا لأمير لا بسم علي هو اللي هنطلق علشان يوقف معلول عشان كده بقولك هيلعب ناحية اليمين وحطت اتنين بقرية اللي اتنين بلعبوا بقرية بسم علي مع أمير عابد واحد هيدافق مع علي معلول والتاني هيهاجم على علي معلول فعشان كده بقولك النهاردة أكتر واحد هيقف يعني انا افتكر ان حمد فتح اللي هيبقى في الشمال شوية عشان اللي يبقى عنده السبات واي من اشرف هيغطى على علي معلول لان بسم علي كتير قوي هيهدد الناحية اليمين عندنا علشان علي معلول لازم يهاجم ولو علي معلول هاجم هبصت لاي بسم علي خد من وراه وخد من الحتة دي كلها والنحية التانية ناحية الشمال حمد زكي من الناس اللي بيلعبوا من السبات ولكن بيلعب في آخر لاني بسم علي انطلاقاته اسرع واخف وبسم علي من اللعيبها الخفاف قوي حنشوف اهدف شوط الاول كبسيف ان شاء الله نشوف اهداف بإذن الله ويبقى كل اللي احنا قلناها ده الترجم في اوة 45 دي يا بذن الله كابتول سامة شوف اهدف يعني ان شاء الله احساس عند النادي الاي لا يكسب بس ممكن الشوط الاولاني يبقى صعب شوية في موضوع التأفيل ممكن الاهداف نتمنى في الشوط لا باتمنى متأخرش ان شاء الله انا شاف اول خمس دققيق او عشر دقائق لازم النادي الاي يعمل حاجة ان شاء الله النادي كل التوفيق للنادي الاي ان شاء الله حنروح لفصل نوجع لكم مرة تانية بعد نهاية احداث الشوط الاول ارجوكم انتظرو